مرحبا بكوتش طاعش مصدفة أحضار مدينة أسافية تحية الزمن الكرام سؤالي للكوتش و المكتب السؤالي هو لماذا ترطي أن تجيب مكتابك قيداً مصرياً معك حسب التسريبات كانت شد و جد أحضار مصرياً أحضار مصرياً المصريات و السؤال الثاني أعتقد أن الزمن الذين تقللوا اسم مصطفى سوف تقللوا ممتعاً و أجلت أن تجيبك على الكافة في وضعها لأنه قادر تعتق السفينة من الغرق الشيء الخاص من المكتب أعتقد أن تتبعوا في المدربي من المدربي أعتقد أنه مع المدربي كانت كاملة مزيانة و أعطى شيء جانب صورة لأنه أحد المدربي واحد في المحكامة و أعطى أن تتبعوا في الإعلام أتقاسم و أعطى أنه يوص و أم مونير أنه كانت نتظارة الخروش الرئيس أول متعين الرئيس و ربما خاص خروش المكتب و أعطى أن تتبعوا أعطى شيء؟ يا صحابة شكرا صمعني؟ طيب أنا أنا كان معي برضو مصري في جهاز واتزو كان معي كابتن هميرة العزيز مدرب مصري و أنا ما كنتش محتاج أنا ما شفت المباريات الأخيرة المباريات اليوم بك أسابي حسيت أن أنا محتاج مدرب حفراص معنا وده من من الحاجات اللي أنا فكرت فيها من ملاحظتي للمباريات فبالتالي الاتنين اللي أنا جاءوا معايا ديالي اسمها ديالي صعب عشان الديرالي اللي موجودين كلهم والشغل بتاعنا بترتب وماشي بنزوم أما حيثة أن أنا هنقض في التوري وعندك المجدرة هو في الأول والآخر هو زي ما أنا قلت في البداية إن شاء الله بإذن الله إحنا دايما عندنا طموح فأنا طموحي وهدفي أنا جاي على هدف واحد إن شاء الله بإذن الله بتوفير ربنا صحنا وتعالى واتعبنا كلنا إن نكون موجودين في البقاء وإنا قلت مش إحنا لوحدين قلت لأ إحنا وإنتوا كمان لكم دور كبير جدا دور كبير جدا المكتب نفس الشيء فلازم كلنا نتعاون عشان نوصل لللي إحنا عايزينه وبعد كده آآ آآ يعني نتكلم بقى في إزا كنتب نتكلم بقى في مشروع في مستقبل في لعبة التالية ممكن تكون يعني الله أعلم بالمستقبل إيه لكن إحنا خلينا نتكلم في الحاضر حاضر إن إحنا لازم كلنا نتعاون عشان نطلع من اللي إحنا فيه أولا ونانسيتها أشكر كابتن عبرحين طالبي وقابليه كابتن فوزي جمال من مدربين كبار جدا 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 وعلى أخلاقات عليا جدا وأنا على علاقة بهم بشكل كبير يعني ولعبنا دد بعض كتير هم اشتغلوا وتعبوا هو في الكورة القضم في الأول والآخر هو توفيق من ربنا سبحانه وتعالى ربنا موفق ممكن يكون التوفيق مش محلفك محلفك في نادي تاني فعشان كده أقول لك يعني بتمنى بربنا سبحانه وتعالى أن التوفيق يكون محلفنا مشارك وبنسبة لأنا تحددت على المدربين يعني اللي اتنوبوا على طريق أولمبيك أسفي يعني بنسبة لعلاقتهم مع أولمبيك يعني أنا كنتحدث على نادي أولمبيك أسفي معالقتهم مع المدرب يعني كنتحولوا في أي لحظة أن المدرب متوفقش في النتاليش أننا يعني نريزيليه مع هذيك الكونات نحطاع قوية بي وتكون علاقتنا معه دائما تستمر توقع العلاقة دائما خصوص بقنزي بالنسبة للمدرب اللي خرج ولي عنده مشكلة كان هناك مشاكل شخصية بين المدرب بين عضو وبين رئيس هذا شيئا أخرى نحن ما ندخلوش فيها يعني المدرب إلى خرج قال شيئا أضرعي نحن علاقتنا الحمد لله مزيلا مع المدربين أما بنيس بالخصوص من الدواء الصحافية أنا لم تتخلقوش مني لنا قلت هذه القراضة فقط هو هذا واقع وتبنيس بالندواء الصحافية إذا أردت على هذه اليوم اللي كتقولوا ما كنت نديروها كين صحفيين تعتقدوها وتحكوين لنا قال لك لا لقدمشي وقت ندواء الصحافية سير الديها بخدمتك هراد شيئا أشان يشبتد الموضوع وحلى بالعكس نحن نفاتحين على التواصل ما عندنا نتشي موشكين مرحبا بكم في أي وقت غير ضغفية لا تسمح إن شاء الله نكونوا في ضغفية مزيانة وتكون الفارقة هذه في السكسر حيحة ونكونوا مستقرق تكساعة مرحبا بكم نحن نفاتحين على أي سؤال ما عندنا نتشي حتى نخفوها محظم نسا شكرا اشترك الآن في قناة أشواقع تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواقع تيفي شريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة اشتركوا في القناة